اهلا بكم وتابعينا مع فيديو جديد ومنخص اجداد وقبل ما نبدأ اتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعالوا زر الجرس ويلا بينا نشوف القصة بتبدأ مع نادية بنت زكية اجتماعية بتحب التصوير وشغالة دي لفري في مطعم عشان تساعد لمصاري في البيت بتبدأ القصة بيوم الاد نادية بس بتروح الشغل بيكون لها زميل في الشغل اسم رستم بيحبها بس هي من تعرفش بيكون مجهز لها هدية وبيطلب منها بعد ما تنتهي من التواصلات تركي عن مطعم بادري عشان يحتفلوا بهيد ميلادها وفي قصتنا برضو ايدل شاب وقح وغني عايش شبيت واحد مع ابوه ومراد ابوه اللي كان ضد جوازهم من الاول بتتقطع طرقهم لأول مرة لما بتكون نادية في طريقها للتوصيل وادل بيسوق عرابطه بالسرحة كبيرة جدا وبيغرقه مياه ومش بيعتزل لا ده كمان بيهزقها عشان واقفة على دن بالطريق وبيمشي ويسيبها بس نادية مش بتسيبه وبتجري وراءه بالمتسجل بتاعها بس طبعا مش بتلحقه ده راكب طياره بيوصل ايدل للشغل متأخر زي كل يوم وبيهزقه والده على الدين صاحب الشركة لكن ايدل مش بيدي اي اهتمام في الليل بيروح يدمي لد حبيبته مارشا وبيعادي على مكان يجيب من ورد الاول لكن نادية بتشوفها ربيته بره وبتستنى يخرج وبترمي اهوى على قميسه الابيض على اساس بترضاهوله يعني مارشا واش بيكون ايدل بس اللي بيحبها بيشاب كمان اسمه فيت والطاقي بتاع مشاكل ودخل استيجنك ازا مرة حياته بين الخنائات والسكر والمخدرات عز اصدقائه اصلا تاجر مخدرات بس مارشا بتميل ايدل اللي طبعا بعد حركة نادية معا اتقفل على عيد ميلادها وفيت استغل الموضوع ورح يقلب مارشا عليه ومجرد ما بيوصل ايدل بيزق من الدوشة بعد 5 دقايق ويمشي ويسيب مارشا لوحدها في الحفلة متعصبة على الجانب الاخر روستم اخد نادية واثنين من صحبتها لفيلم احتفالا بعيد ميلادها ومش بيكون شجاع كفاية انه يعطرف لها بحبه بعد الفيلم وبيروحوا البيت بعربية روستم اللي كانت هتعمل حدثة بسبب سوق ايدل المتهورة وبيتفايدوا الخنائة بعد ما نادية بتهدي روستم تاني يوم بنكتشف ان ايدل وفيت مش بس مشتركين في قربهم من مارشا اللي اتنين حشيدي بيت واحد ايدل ابن علاء الدين وفيت ابن زوجة علاء الدين زوليخة فهمك مقام الاخوات بس ما فيش بينهم اي حلامة من علامات الاخوة وكل واحد فيهم بيكره والد التاني بنرجع لنادية اللي بترجع البيت في نهاية الاسبوع لولدتها اللي طبق اطلعي الاكلة اللي بتحبها عشان عيد ميلادها اول ما بتدخل نادية بترتب الشقة وبتساعد والدتها ولكن اخوها نبيل لما بيجي بيزعق لها عشان لمست الحاجات بتاعته وهي بترتب قوته وكسر لها الكاميرا بتاعتها في المقابل بتزعل نادية جدا على الكاميرا اللي حوشت شهور عشان تجيبها وعلى العكس اختها نبيلة بيترسم على وشها ناظرت شماتة والام بتقول لنابيلة يعتزل لاخته بس بيرفض وبيقول انها تستهل اي حاجة وحشة بعد ما كانت السبب في موت والدهم مربيت ايدل وستيبتليف مقام ولده بتقول له انها مش قبل مارشة دي وانه الاحسن يتعرف على بنته قلطف وتوارد الخواطر بيشتغل واول ما بيقابل مارشة بيتسأله عم عاد جوازهم ومن الخطة بيقعي العصير على البلطو بتاعها ولما بيرجع لابو بيقول له لو مش عايز يتجوز مارشة وانا فكرة الجواز مش من اهتمامات وقوي دلوقتي بتروح كادية بالكاميرا المكسورة لروستوم اللي بيوعادها انه هيلاقي حال لها ويوديها لنه حال يصلحها ولما بيخرب روستوم بيصدف ادل وعربيته عطلونة وبيعرض عليه يركن عند مطعمه ولما بتركع لادية بتعرف انه موجود في المكان ومش بتقلع الخوزة عشان ما يشوفش وشها ولما بتركع بيتها بتتفاجئ بامها جايبة تحويشة عمرها ليها عشان تشتري بيها كاميرا جديدة بس سنتيا بترفض وبتطلب منها انها تبايت معاها اليومين عشان تفسح المدينة وتفسحها وبتتصور معاها وبيصور هم الشخص اللي موجود بالصدفة في المكان وهو ادل بس مش بيتعرف عليها بس لما بيمشي قدام شوية بيشوف الموتوسيكل بتاعها وبيرمي عليه بيبسي وبتعرف انه هو اللي عملها في نفس الوقت روستوم بيلاقي مفيش حلل كاميرتها ورق نفقره بيشتري لها كاميرا جديدة بكل فلوسه وفيد بيروح يقاب المرشا يحتزل لها عشان بواص حفلتها ومرشا بتطلب منه يلنزب حدوده عشان هي هتبقى امرات اخوه وبتقول له انه عمرها انا هتبصله لانه شاب مستهدر وصل 26 سنة ولسه ابو بيصرف عليه فبيمشي ورسه في الارض وبيروح البيت وبيطلب من زوج والدته ترقية وزيادة في المرتب استاذ علاء الدين بيرفضه بيقول له دي مش شركة ابوك فبيمشي فيه وبيقول انه مش هيدخل البيت ده تاني ابدا ناتيا لسه في الفصحة مع امها والمرة دي بيروحوا المطعم ورسهم بيسلم على ام ناتيا وبيديها هدية بيحضر لهم الاكل وبعد الاكل بيديل ناتيا كاميرتها الجديدة وبتشكره ناتيا جدا نبيلة اخت ناتيا بتستغل ان امها مش معبودة في البيت وبتجيب صديقها جميل واخوها بيدخل يهزقها ولما جميل بيقول له ما تعملش فيها سيساية سمعة بيتكم كده كده مش كويسة نبيلة مش بيقدر يمسك احصابه وبيضربه لحد ما بيغمع عليه الام بتتحرك للبيت وقبل ما تمشي بتطلب من نادية تيخلي بالها من نفسها ومتتلعبش بمشاعر روستوم عشان واضح كده انه بيحبها هبتقولها حاضر وبتروح لشركة استاذ علاء الدين عشان توصل طلب للسكرتيرا صوفية اللي بتكون يعجبها بروستوم وهي خارجة من الشركة بتشوف عربية ايدل ولما بيخرج بيلاقي الازاز مكسور وبيعرف من صوفية معاصفات اللي وصلت الاكل والمطعم طبعا بيروح المطعم وبيستناها هناك بس بيكون فاكر اللي بيعمل كل دا فيه ولد لان مش مألوف ان بنت تشتغل في التوصيل وبتوصل نادية بس قول ما بيشوفها بيفضل بصص لها كتير بعدين بيمسك ايديها عشان يوديها الاسم وهي بتقول له انها ما عملتش حاكة عربيته وبينقذها منه روستوم وفعلا لما بيشوف كاميرات المرأبة بيلاقي فيت هو لي قصر الازاز وبعد ما بيمشي بتقعد نادية مع روستوم تشكره وبتسأله لو كانت بتتلاعب بمشاعره وبيقول لها ما تسمعش كلام امها وانها ما لعبتش بمشاعره ابدا وبيوعادها انها لو سببت له اي ازا هيعرف ابو جمال بيقابل ام نادية وبيقول لها انه هي حباس نبيل بس بفضل الجيران بيتنازل عن القضية بشرط انهم يدفعوا تمنع لاج جمال ولما بيمشوا نابيلا بيتقول ان كل العزاب اللي هما فيه بسبب نادية ونبيل بيرفض يرجع البيت وبيقرر انه هيبت برة مرشا بتجيب ابوها لبيت ادل عشان يتفقوا على الجواز بس ادل بيصدمها بانه مش جاهز الجواز فبتمشي بغضب مع ابوها فيت بيروح البر لصاحبه وبيسمع نصحته وبيقرره انه هيشتغل معه بتجارد المخدرات عشان يبقى غني فأسرع وقت عشان مرشا تحبه وامه بيكون خايفة عليه فبتشتريره البيت يسكن فيه وبتقوله ما يقولش لحد انه بيتها وما يجبش فيه بنات مجرد ما بيمشي بيحاول البيت لمخزن لبطاعة صحب بنشوف بعد كده شنطة صوفيا وهي بتتسرق ورستم بيساعدها وبيمسك الحرامي ولما بتشوفه بتفرح وبنكتشف ان صوفيا بتحب رستم من ايام الحضانة لما بيجي اردر جديد من الشركة بترفض نادية تسلمه عشان ما تشوفش ادل فبيوصله رستم مع صوفيا وبيقبله ادل وبيعتذر له على ظلمه لناديا فبيقوله انه الاحسن يعتذر لها بنفسه نادية بتشوف نبيل في الشارع ولما بتتصل بامها تسألها عنه بترد نبيلة وبتجتمها هي ونبيل وبتقول انها الاحسن تلاقي اخوها المغفل قبل ما البوليس يقبض عليه وبتلب في نادية كوالالنبور كلها بتدور عليه بس مش بتوصله وبتقعد تفاضفض لرستم في مطعم وبيطب عليها ادل ويعتذر لها على اللي يعانله بس هي بتعانله بوقوحه وبتمشي ولنوا بترجع المطعم في اخر يوم الشغل بتلاقي ادل لسه موجود بتبلغه انها قبل تعتذره بس ادل بيفجئها بطلب انه يبقى صدقها بس هي بترفض طب يقول لها انه يطلب منها الطلب ده كل يوم لحد ما توافه لما بيرجع ادل لبيت بيتصدم بمرشة بالحجاب لأول مرة وبتصدي جماعة مع اهله والثاني يوم نبيل بيجي مطعم نادية تدور على شغل رستم بيقول له انهم مش محتاجين عمال بس بيرجعلي ويطبع لحسابه لما بيلاقي دايه كده فنادية بيجي المطعم وبتشوفه واول ما بيشوفها بيجري فبتجري وراها هي ورستم وفي استجاريها بتخبط نادية في باب عربيت ادل وبتتقلم وبيقول لها انه كان بيحاول يضرب الخاطف في بابه بس جات فيها هيا فنادية بتقول له انه اخوها ومش خاطف فبيوصلها هي ورستم للبيت بعد ما رافضت تروح لدكتور يشوف اصابتها عشان بتخاف من الحقان بيفضلوا مستنيين برا البيت عشان يتطمنوا عليها وبعد ساعات من الانتظار بتخرج تطمنه بالروح المبيل اللي بيكل السباية في الجامع وقال انا على اخته بعد الضربة لأحدتها ونادية رغم ألمها بتخرج تدور علي تاني وهي بتوصل الطلبات صاحب ادل رضا معجب بصوفية وصوفية معجبها بروستو ومش بتطيق رضا فادل بين الحين والآخر بيرخم عليه وبيظهر بشكل غاب يقدام صوفية وفي الليل بيروح ادل المطعم عشان يشوف نادية تاني بس بتوصلوا رسالة من البيت بتمنعه يروح يكلمها الرسالة دي بتقوله يرجع عشان يشوف مارشة اللي تبخطيه الأول مرة في حياتها وتاني يوم بيتضرب روستو على طلبه لتوازم النادية بس بمجرد ما بيشوفها بيرتبك ومش بيعرف يقولها حاجة وبيحضر ادل بحجة طلب أكل الموظفي بس هو رايح يشوفها مش أكتر ولما رسطم بيدخل يجاهز بيصدم ادل نادية عن المهر اللي ممكن تطلبه عشان توافق تبقى شريكة حياته بس نادية بتتوتر وبتطوه وبتجري تسلم الطلبات بتوصل المخاطرات ليفيت وبيطلب من صديقه مالك انه يبقى تاجر المخاطرات الخاص بمرشة عشان يستخدم ادمنها في التقرب منها بس صديقه بيوافق وبيسلمه مسدس لحماية نفسه نادية بتاخد أجازة عشان تزور والدتها اللي تعبد بعد هروب نبيل وفي الوقت ده نبيل بيقابل مالك صدفة وبنكتشف انهم كانوا اصدقاء زمان من ابتدائي ولما مالك بيلاقي نبيل تايه ومعندوش سكن ولا فلوس بيقرر يساعده ويدخل معاه بيزنس المخاطرات طول وقت صفر نادية ايدل بيكون الآن عليها لانه ما يعرفش مكانها وصديقه رضا بيرد عليه يروح مكان فيه خضرة وغابات عشان يروأ عصابه وبيروح يصور هناك تعلنه بالصدفة هو ونادية بيلاقوا بعض وما بتشوفه بتقلق وتجري منه بس هو بيجري ورا نادية بيتوفي الغابة بيقابل نبيلة اللي بتقل لأدابها عليه واش بترضى تنقذه من الغابة إلا لما يديها فلوس وبتبعده لنادية عشان تساعده يلاقي الطريق العمومي ولما نادية بتشوفه بتنرهد علي يكون معاهم بينبهر بيجامال أكلها بعد الأكل بيركب مع نادية لموت السكر بيوصل لعربيته بيطلب تليفونها عشان تليفونه تصل شحر بيكتصل على الرضا بس في نفس الوقت بيرف لقم تليفونها بيسجلوا على تليفون رضا لما بيوصل بيقابل فيت أمه وبيقول لها إنه عايز فلوس فبتديروا الفيزة بتاعتها اللي جزها بيحاولها فيها فلوس بالشكل مستمر وبيبدأ شغل المخدرات ومالك بيبعث نبيل له عشان يسلم فيت بضاعك لما بيسلم هالو بيقول له فيت إنه هيبقى صديقه وهيعلمه إزاي يحتفل وثاني يوم بعد الحفلة بيسلم نبيل خمس دفعة من المخدرات ولما بيرجع بيسلموا فيه ترادبول يومي وبيفهموا إنهم شغالين في أدوية التخصيص صوفيا بتشوف الخاتم مع رستهم وبتتمنى إنه يكون جايبوا لها بتكرر زيارتها للمطعم وتطلب منه يخرجوا يتعاشوا سوا على أمل إنه يحرط عليها لزواج وقت عاشاهم لما بيقعدوا سوا بتسألوا هاي عرد عن الجواز إنت فبيقول لها إنه معجب بيها كشخص بس مش هيتجوزها ولما بتسأله عن الخاتم بيتنح وبتكسب يقول لها إنه ما كانش لها بس هي بتفهم وبتمشي بقلب مكسور ولما بترجع نادية بيحكي لها رستهم اللي حصل وبيكون على وشك يقول لها إنه مش هايز يتجوز صوفيا عشان بيحبها هي لكن المدير بيقضح كلامهم وبضيع فرصة إعلانه لحبه للمرة التانية برشا بتروح بتقيدل للمرة التالتة بتطلب من زوجة أبو تساعدها عشان دخليه حبها ويبطل يتجاهلها وبتقول لها أنا هيتحاول بس محاولتها وش بتنجح مبدئيا لما والده بيصدها عن التدخل في شؤون ابنه ولما بنرجع لرستهم بنلاقي بيفسح نادية مكان للتصوير وبشترك معاها في كورس تصوير رغم إن التصوير عمره مكان من اهتماماته وفعلا بيروحوا سوا وفقت ما رستهم راح يأكل فطاره ظهر إدل وقعاد يصلح لها تكنيك التصوير بتاعها بس تتمشي وتسيبه لما رستهم بيرن عليها لما بترجع لرستهم بيتفاجئ إن المنظم الكورس هو إدل وبيشوف الصور اللي صورتها وبيقول لها إنها جميلة بس هيعلمهم حاجاتها حسن تصويرها بيروحوا مكان لتصوير الطيور وبيقسم الناس في الكورس لثلاث مجموعات من شخصين وفصل بينها وبين رستهم وفي نفس الوقت تروحوا فيها المطعم تدور على رستهم ومش بتلاقي بس بتقعد تاكل وبعد شوية بيروح لها رضا ويلمح لها بحبه بس هي بتتجهله وبتمشي بحكة إنها توصل أمها للبقالة لما بنرجع لإدل بنلاقي بيعلم نادية طريقة جديدة لمسك الكاميرا وفاقا صورها تحسنت لكن رستهم اللي بيكون جاي بخاتم الزفاف بيلاقي إدل بيتكلم مع نادية ومش بيتقدم لها وبيمشي متضايق بيروح يكلم البغبغانات لحد ما بتكيله نادية تشكره إنه ساعدها تروح الكورس ده اللي ساعدها جدا بتحسين صورها ويروحوا السوا ونشوف نبيل بيكلم أمه بيقول لها إنه لقى شغل وإنه هيساعدها وهيحول فلوس وإنها تقدر تعتمد علي زي أخت مارشا بترجع لزولايخة وبتكلمها يا والد إدل وبتطلب منهم يساعدوها في إنها ترجع لإدل ويرجع يحبها تاني والأب بيقول إنه هيكلمه وبيعلم بنبرسة خيرة على خلعها للحجاب ونها مش عايزة تصلح عشان نفسها إنما عشان إدل لما بيقول لها تصلي المغرب معهم بتتحقق وبتمشي نادية في نفس الوقت بتبص على صورها وهي مبتسمة وما بتشوفها زميلتها في السكن بتقعد تسألها عن سبب تسمها المستمر من ساعد ما وصلت بس نادية بتتهرب بتقول لها إنها وراها شغل بكرة وما عندهاش وقت تسليها بالحكاوي تاني يوم في الشركة بيتكلم الأب بقدر عن مارشة وإنه لو مش عايز يتجاوزها لازم يقول لها ويبقى راجل محترم وبيقطع كلامهم وكلمة من مارشة وبيتفق معها إنهما يروح يتعاشوا سوا وفي العشة بيقول لها إنه قرر ومش هيتجاوزها فبتتعصب وبتهدده إنه لو ما تجاوزهاش هتقتل نفسها فبيضحق طبعا لأنه عارف إنها مستحيل تعمل كده فبيمشي ويسيبها ويروح لنادية بطلب منها إنهم يتكلموا سوا وبتوافق وبيعنت عليها يساعدها ويتبادلوا خبراتهم في التصوير عشان يلاقي حجة ويقابلها أكتر وفي نفس الوقت ده مارشة بتروح البار بعد ما إدل سبها بتتوعد للي خاطفت إدل منها إنها مش هتخليها سعيدة أبدا وهتندمها على اللي عملته تاني يوم يعرف إنه بيحاول يتقرب منها أكتر وهو لسه مش قادر يغير بخوفه ويعترف لعب مشاعره ربما بيصحق إدل بيكون مصاب بالحمى بيطلب من نادية تجيب له الغداء عشان ياخد أدويته وبتطلب له أكل والمدير بيحزر رستم هلوقت يسرقه ويفوت الأوان على اعترافه ربما بتروح نادية الإدل بتقابلها مارشة وبتدفع لها من الطلب بتوصله هي الإدل وبيحبط جدا لما بيشوفها مش بيدخلها البيت وفي نفس الوقت رستم بيطلب من نادية بتعاش معاه وبيقول لها أنه هيكي ياخدها من البيت فيت بيروح من البارساكرانك العادة ومع نبيل وبيبط شخص بالعربية ورغم طلب نبيل بيرفض فيت أن يقف يطامن على الراغل وبيسيبه مرمي على الأرض الشخص ده هو رستم وطبعا مش بيرد على نادية اللي بتتعكب جدا لأنه عمره ما تأخر عليها أو تجاهل اتصالاتها وبعد شوية بيتصل بيها حد وبيقول لها أنه عمل حادث وبيتلاقيه في غيبوبة في العناية المركزة إن الغريب بقى أن يبيت بيصحتين يوم مش فكر أي حاجة من اللي حصلت وبيلوق نبيل أنه سابه يسوق ونبيل بيتعصب وبيسيبه ويمشي بس يبيت بيبنعه ويقول له لو ما جبناش سيرة الموضوع وصفاتنا محد يشارع حاجة من اللي حصلت المدير بيدي نادية أجازة مفتوحة عشان تبضل دائما مع رستوم مترعي لحد ما يفث بيطلب إدل في طور من المطعم ولا بيجي حد غير نادية بتستار بصوفية وبتسأل عنها فبيقول لها إنها بالمستشفى مع رستوم اللي عمل حادثة ومجرد ما بتعرف بيستيب الشول وبتطين على المستشفى وبتلاقي حالة رستوم مستقرة بس خسر دم كتير ومحتاجنا لدم من حد فصيلة دمه أو سالب اللي هي نفس فصيلة دمها بتتبرروا بالدم وهي سعيدة إن دمهم هيختلط وكأنهم مقدرين لبعض مرشا بتبدأ تشك في إن قدل في حاجة بينه من فتاة التوصيل لأنك مهتمل جدا يشوفها وقت ما جابت له الأكل بس بتتراجع عن الفكرة لأنها بنت عدية كتا ما فيعاش أي حاجة مميزة بعد كده بيروح نبيل يتطمن على ضحية الحادث وبيتفاجئ لما بيلاقي ندي هناك بتتفق صفية مع لدي وبتمشي نديا عشان كورس إدل وبتسيب رعاية رستم لصفية وبتحكي نديا لإدل اللي حصل لرستم فبيسألها عن حلاقتها بي فبتقول له إنها بتعتبروا أخوها الكبير وإنه أكتر حد اهتم بيها وساعدها في العاصمة فبيقول لها إدل إنها يهتم بيها وكمان ويروح يضغطوا سوا بتوصلوا على المتساكل بتاحها وبتشوفهم مرشا وبعد الغداء بيروح إدل المستشفى وبيقول له صفية فبيروحوا يقعدوا معاه فرشا بعدما شافيت إدل مع نديا بتعين جاسوس يجيب لها معلومات عن نديا ويعرف كل حاجة عنها وتاني يوم بيسحى رستم بيطلب من صفية إنه شوف نديا ولما بتدخله بيقول لها إنه بيحبها تحت أنظار صفية وإدل لها بيخرجه نديا بتقول له ده بتحبه كأخ وبتعتذر له فها بيقول لها إنها مش لازم تعتذر وإنها غلطته هو لإنه ما سيطرش على مشاعره وصفية بتكون بتعيط برة بتروح المكتب تنزح حزنها بالشكل بس تدموحها مش بتفارقها والمرضة بيحاول يطامن عليها بتصد وتزعق له الجاسوس بيوصل لمرشا نعلومات وبتروح بعدها اللي بيت عشان تاخد منه مخدراتها وهي بتهزقوا وبتقول له إنها هتتجاوز إدل فبيهدتها إنه هيقوله إنها بتشرب مخدرات بس مش بتحتام مقوي وبتمشي وتسيبه وتاني يوم بيطلب مدير المطعم مناتيا تزور روستوم أقل عشان ما تفكرواش كل شوية لما شاعره مش متبادلة وتحبطه لإنه كان شايف إن ده هيساعده يخفه أسرع وبعد ما بتمشي بتروح توصل أكل إدل فبيقابلها وبيروح معاها لزيارة روستوم بعد ما ما إدريش تهرب من أسرور بتبضل صوفية تزور روستوم مترعي وتجهز له أكل بس روستوم رغم تنانه بيطلب منها تبضل تزوره عشان شغلها ما يتقصرش ولما بترجع شغلها بتلاقي واردة على مكتبها من رضا ومعاها معتزار عشان دايقها وهي بتعيط ولما بنرجع لرستوم بيلاقي نبيل في زيارته وبيقوله رستوم إنه لازم ينزى خلافاته مع أخته أين كانت عشان هي طيبة وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تزاعدهم فبيقوله نبيل إنه مش هيقدر يسمحها عشان هي كانت السبب في حبس والدهم طب يتصدم رستوم من كلامه لأنه ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده بس نبيل مش بيكون بيتكلم من قلبه وبعد ما بيسيب رستوم بيروح فعلا يشوف نادية من غير ما تلاحظ عشان يتطمن عليها بنروح لمارشا اللي بتزور بيت إيدل عشان تقابل أبو أمه وتقولهم إن إيدل بيحب بنت بتوصل أكل ما تخرجت شي من سنوي عشان اشتغلت بعد ما أبوها تحبس في قضية وبتقول إنها أكيد وصلت لإيدل بالسحر الأسود ولما بيسمع إيدل كلامها بيطردها من البيت بعد كده بنشوف نبيل هو بيكتشف بالصدفة إنه تولي الفترة دي كان بيوصل مخدرات مش حبوب تخصيص زي ما كان فكر ولما بيعترض مالك بيضربه وبيقوله إنه هيوصل المخدرات زي المعتاد وإلا ما حدش هينقزه من إيديهم رضا في المقابل بيطلب من صوفية إنها تبقى صدقته بس صوفية بترفض لإنه ولد مستهدر وبتاع بنات بس رضا بيقول لها إنه مش كده أبدا وإنها تطلق أحكام من الظاهر والشائعات وبيمشي ويسيبها وهو بتضيق من كلمها ولما بترجع نادية المطعم من زيارة رستو بتشوف إيدل ومتكون متحمسة كده إنها تقابله بس كل الحمس ده بيتقلب وغضب لما بيكلمها عن سجن ولدها وبتمشي ويسيبه وهي في منطع غضب والحزن مش بتحتموا باحتزاراته بنشوف بعد كده اللي حصل قبل ست سنين لما فيه بينت جات للبيت وقالت لنادية إن أبوها اغتصابها ورغم رفض إخوتها إنهم يعيشوا من غير قبل بس نادية بتضحي بحب إخوتها وبقرامة بيتهم وأسرتهم وبترفض إنها تحمي أبوها المتحارش وبتبلغ عنه البوليس ولما بنرجع للحاضر بنشوف إيدل وهو بيقول ل والده إنه قرر يتجوز نادية بدأت توصيل الطحام وعلى حكس توقعه والده بيوافق بدون تردد بيتمنى له حياة سعيدة بيروح بخاتم لما طعم نادية عشان يلطب إيديها وبيستناها ويرجع مع رستو من المستشفى بعد ما خف في نفس الوقت ده بيستغل بيت حالة السكر الشريدة اللي فيها مرشة وبياخدها معايا بيته يا تارى إيدل هيتقدم لنادية ولو حصل فعلا هتوافق والله تفضل زعلانا منه وترفضه ودي كانت قصتنا النهاردة بس انسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل القرص عشان فيه أفلام أكدت وقل السمعان وبس كده